السلام عليكم ورحمة الله ور rajatuh فحص الزير ليكون طرقت 2 نظام في حالة الاحياز الامام وعلى يورش Learn وفي وديونات Leavещ склад مثل دايود كل ماسается لأنه يختلف مع الداوود فى النظام وفي حالة النحياز الامام يجب الملتميتر يضيد التخắniana وضع الديود يجبل السلك الأهمر لماست distance cans السلك الملتميتر يضيط لماست list من مفروض هيديني هنا اراية بسيطة ل係ه مثلا حسب نوع الزنر هي يعني مثلا يديني 5 من 10 فولت او 40 فولت او 8 من 10 فولت ده بالنسبة لانحياز الامامي يبقى الزنر كده семيلا. لو مدنش اراية في حالة الانحياز الاماميه قد القدق الزنر طبعا ايه خربة نروح بقى الفحص الزنر في حالة الانحياز العكسي وده المهم جدا اللي بيختلف عن الى عن الدايو لان الدايوض في حالة الانحياز العكسي مبيبديكش بيديك مقاومة عالية جداً ما بيمررش اي طيار في حالة الانهاز العكس لكن بالنسبة للزنر هنا بيختلف ان عند جهد معين الزنر المفروض يوصل طيار في حالة الانهاز العكس ايه الجهد معين ده اللي هو مكتوب خمسة واحد من عشرة فولت الفي دي معناها علامة عشرية خمسة واحد من عشرة فولت بالنسبة للزنر اللي موجود معاني بنعمل دايرة بسيطة هنا مش مهم لان الليد موجودة بتبايل لنا اذا كان الطيار بيمر ولا لا بنختار بنبتدي الاول وبالطريعة 6 فولت اكبر من جهد الزنر بواحد فولت بس على اساس ان هي ما تحلقناش الزنر وبتدي نشغل هنلاحز ونحط هنا مقابة طبعا المقام المتغير على اساس بيتحدد لي طيار الزنر ونحط هنا ليد وهنا الفولتومتر بيبين ليه 100 فولت هنا طبعا ما فيش طيار ما فيش طيار مر الطيار قليل او ضعيف جدا زي ما احنا شايفين كده لان الجهد هنا لسه ضعيف نزود البطاريه شوية بنخليها 7 فولت منلاحز ان هنا اليد اد والطيار مر والجهد على الزنر حوالي 5 فولت او زي ما احنا شايفين وكده الزنر يبقى شغال مظبوط ومية مية اتمنى ان الشرح يكون واضح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم احمد المصر اشتركوا في القناة